هوبلا طيارته طيارته ماخبتي تكاليف الصيانة كانت جد مرتفعة تكاليف الصيانة جد مكلفة داباوش عخسك تبقى تمشط فيهم تعوطون وتقدون وجد عليها الكليتو يتعلق لي فيهم او لا شربتو كل شيء يتعلق لي فيهم رجعت على المعلقة السبع وجد عليهم اللون ديالهم اللون ديالهم كان مخالف شويش للشعر ديالي ما كانوا شي كحال فانتيني فيهم شويش تزعورية للعزيزة الله يرحمه عزيزة كانت زعرة الله يرحمه خوتي مباربة السلام عليكم مي فينس هلو كومون ساوا كومسي 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 كومسا اليوم ببارد أخوتي اليوم تقريبا 6 تحت الصفر بارحكوا تمسجل الدار وصورت لكم التلج الواد مقبص الواد مقبص الواد مقبص الواد مقبص الواد مقبص ومن الناس يتزحلق فيه وقوت ذلك المشهد الرهيب كنت كان قول شوفوا الناس كيعوموا وما ماشي كيعوموا يتزحلقوا يعني ذلك اللحظة الجياشة تلسند يريد تلعتم الله يستر شوفوا شوفوا الناس كتجلس شو الواد مقبص كيعوموا فيه الواد مقبص كيعوموا فيه كيعوموا في الواد يتزحلقوا زحلق الله عمركم أيها العياجة شوفوا كيعوموا في الواد يتزحلقوا الواد مقبص في البرد والناس يتزحلقوا والدار الجو سخون لأنه يتزحلق لأنه يتزحلق الدولة قيمة نعم البنية التحتية لأن المواطن هو أهم شيء يتزحلوا الدار في الصيف في البرد تجعل شيء يقف قف بحلف المغرب بصر يجب يجمعوني 60 يوم لا سيدة نزول بالضبطة بالضبطة الدنيا لأنه الدرس خونة وطبعا المغرب فيه لأنه يعملوا في المغرب ولكن في المغرب لا يريد أن يجعلوا الشعب فقير يجعلوا الشعب محروم يجعلوا الشعب مشتاق لأنهم يقولوا المشتاق يلافق هالذك المغرب يقول لك تجعلهم مشتاق بس يبقى دائما يعبدك اليوم أخوتي بغنا تتذكروا قضية المستجدات التي وقعت على رأسها قضية قضية اتفاقيات الصيد البحري وقضية الوقفة التاريخية في البرلمان الأوروبي والكلمة اللي كانت تتمة ديال الزفزافي الأب والإخوان والأخوات ديال الحرك ولكن قبل ندكشي هذا أخليكم معه الفيديو هذا أتشوفوا هذا من أدم كيف يقول حرية الجسد مهمة بزاف حرية الجسد في الكثير من الأشياء أولا حرية الجسد هو إنسان رجل أو مرأ رجل بغي يعيش مع رجل آخر تعيب حرية الجسد مرأ بغي تعيش مع مرأ أخرى حرية الجسد حرية الجسد أيضا هو الإنسان بيقول اللي يبغى يدين اللي يبغى بالجسد ياشي كان إنسان مزوج مع واحد سيدة وحبوها ولكن بلا زواج وبغي يدخل معها الوحد الوتيل ويعمل اللي يبغى معها في ذاك الوتيل مخصشي الوتيل يقول له كيف يوجده الآن يقول له أعطيني أعطيني الورقة ديال الزواج وبينها السيدة هذا غلط إذن خص ده ما أخوتي إلى زيدنا من هذا ها؟ هذا هذه كانت اختيارات الناس تسمحوا لهم بممارسة هذه الحريات الفاصل هو ألا يمارسها في الفضاء العام علاقات جنسية رضائية بين راشدين بدون عنف وبدون كده في مدى تعني المجتمع ولكن يخص احترام المجتمع واحترام الفضاء العام يعني صافي قدية ولا مفروشة دابا هل ما بغا سيشوفوا صافي هناك مخطط يسهدف المغرب بشي مخطط خارجي بحالي كتقول لكم هيس بريس وهيبا بريس والحيس بريس لا لا كي المخطط ديال الدولة كي يسهدف الهوية ديال الشعب المغربي مخطط الدولة المغربية يسهدف هوية الشعب المغربي كي باش هدو كيهدرو لكم على قل لك اللي بغي عمل يعمل بغيت يتعمل مع الرجل عمل مع الرازل بغيت يتعمل مع مرة الرازل مع الرازل مع مرة واش هدو الدين دبابا مش اني كيتفلوا عليكم اخوتي بلا كي باش وعادك كيستشهد بالآيات بالقرآن الكريم وكيهدر باسم الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله شي اللعبة ديال الجن في اللبن اللي يعلمي لكم بس هدو تسكسو عليها اخوتي شنو احنا شنو احنا نصارا ليهود مجوس شيوعيين لهوتيين ابيقوريين لشيئيين شنو احنا يا شنو شنو احنا يا من اللي من اللي الاصوات بحال هيدا بدأت تعلو وتظهر في العالان ارا هدو اهد بن ادم ادرام خلينا ندك الوزير المعوق اخر اللي قبل منو ماشي كيهدر عن فهره هذاك را هدو اعطيله الاحمر والاخدر والاصفر ثلاثة ديوان ولو ابيض والازرق ماشي يقول بحال الكلام بحال هذا اذاك را منو السدة العليا السدة العليا ديال الزعتر الخاوي فهمت كيفا؟ إذا أنا أخوتي هادورة أخوتي المغربة يجب أن تتحركوا يجب أن تتحركوا و تشوفوا ما هو وقع لا تبقوا شيء في دار غفلهم يجب أن الهوية للشعب المغربي مشتهدفة يجب أن يمسخوا الدين دبابكم كثير من اللي أنتم ممسخين دبابا من اللي رجعت سيقل في العالان ويطالب به في العالان صفي يعني أنه ما يهيأ في الخفاء والذي سيعلن عنه في المستقبل القريب سوف يكون ساعقا أمدوخين بهذا حزق هذا الضقيد يقول لكم عدب القبر ما عدب القبر والفقيد أخوتو يرد عليها عدب القبر ما عدب القبر وكيف كان شي عدب القبر كثير من هذا اللي عايشين فيه الأحنا فيمغربي كان شي عدب القبر كثير من هاتش اللي عايشوا المواطن المغربي نحن عايشين عذاب القبر وصافي عايشين عذاب القبر وما تحت القبر وما فوق القبر وهم يجيبو لك بولولو يهدرنو مع العذاب القبر فعوتي يهدروا مع هاداك خانا ويقولوا له كيفاس وكيفاس انو كتقول مع ديك الوازير كيفاس انو كتقول كيدو وخو الشعب بعدها بالقبر و التعبان الاقرع الله يجعلو يعطي الظلنت اذ ما باكم يلفق يتخير الزمن وكمين كبري اللحي والرزازي تقول دم الصح تقول هنا نباد وما ير ببلعد الحزق وبلعد يل شادي نقول لحاسين توازن ومهم لقد اعدر من انظر احنا بعدها عايشين في الغرب عايشين في دوال عند قيام اخرى انسانية ومسيحية وحتى اباحية ولكن القانون دياله مادك والسيستيم دياله مادك اما احنا في المغرب كيقول لكم دولة اسلامية وعند ام المؤمنين هما زين كتوف المطالب ديالهم كيفاس عنا ومغرب استكسروا الدبالك مزيان لان المغربة واحد الشعب واحد الشعب اللي اي واحد كينتقد المالك او الاسرة الملكية كي بلو محمق وخائن وخانز وولف الحرام وعمل الجزائر والبوليزاريو ام وبالمناسبة بوليزاريو اخوتي هادي واحد صفعة هادي واحد صفعة للدولة المغربية هادي الاتفاق ديال هادش ديال ديال السمك واش عرفتوا قدية شنو فيها ولا ما عرفتوا شي دابا الاتحاد الاوروبي قالوا الحوت اللي كي يجي من المياه اللي اللي هي موجودة في الصحراء هادك الحوت ما غاديش مقونش ريوها من المغرب هادك مش ديال مغرب وهدا اعتراف ضمن بان الصحراء ليست 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 للمغرب فهمشين ايه؟ واجد علي هاكين شي دول متقد ديما في قارارات ديالة بحال السويد والدنمارك وغولندا وبريطانيا هادو هادو كيمتنوع حتى على شراء المواد ماشي الحوت حتى المواد اللي كي يعتبروها او للمنتوجات اللي كي يعتبروها من صناعة صحراوية يعني هاد الناس هادو غاديدخلوا على الخط نيش اندابا في قضية الصحراء همتي كيف هذا؟ هادي صفعة مؤلمة وخد قلكم هسبريس را قد انتصر المخزان والمغرب اولو كي بنتي صرخوتي هادي هزيمة ما حقا نعم هاجي يقولولي اشكوة مشي تقران شدك في السياسة ودبا انا مقاريشي وقفت لي امكم هنا اما لكن تقاري الله يستر وصرف هادي را جوش كيف يقوللك سيد تقران انت مقاريش وها مقاريش وتبارك الله ها 300 400 دللي كاتش شاكفوا و300 تعليق كامل مؤيد همين لكن تقاريه والله يستر وصرف الحمد لله ما انا مقاريشي وخانا عارف دك تعليقات مين كتدي الدنياني انا غدي انتعامل معاكم وكأنكم موطنين عاديين خليك سيد تقرى سيد تقرى سيد تقرى واس انا غدي مشي نقرى ولكن الصحراء نساها يا بابك اه اه وخسكم تعرفو اخوتي خسكم تعرفو هالتشكيلة هالتشكيلة الجديدة هالتشكيلة الجديدة ديال البرلمان الاوروبي ها هادي مقتنعة باكترياتها مقتنعتن مقتنعتن باكترياتها بان ان تواجد المغرب تواجد المغرب في الاراضي الصحراوية يعتبرو استعمارا هادي ايه الاغلبية ديال هالتشكيلة الجديدة اللي في البرلمان الاوروبي متطرفين متطرفين فيما يخص الموضوع ديال الصحراء كيعتبروا بان المغرب دولة مستعمرة وقتنع القرارات اللي غادي تخروج من هنا الفوق دب المغرب المغرب كيعول على فيتو تسباني فرنسا فهمتكي بس المغرب فرنسا هي اللي هي اللي كتكاليه فهمتكي بس هو فرحا اخباركم ديك هادي واحد اربع سنين هاديك تصريح ديال ديك السافر في فرنسا شنو قال؟ قال المغرب عاهرة المغرب بحل واحد العاهرة كان نكحوها وضروري ما مره من رقصنا مقو نعاونوها هاتو ما شفتو اخوتي هاتو ما قريتو وفي المواقع ترسمي وليتلكم تما كيعال المغرب راه عاهرة الدولة المغربية بالنسبة لفرنسا بحل واحد بوتيتا بحل واحد لاب بوت اخصت فرنسا كتنكحا وبعد الخطرات المغرب كيقول لها عاوني عاوني ويكت عاوني ولكن القضية اكثر من ذلك المغرب مازال مستعمرة فرنسية وهذه الحقيقة اللي موجود يشي تحلو عينكم بس تشوفوها المغرب لا يزال مستعمرة فرنسية بحل اللي قلتلكم في الفيديو السابق ويجبتلكم الادلة وإلا كتاب غادي نكتم تما الاسم الفيديو والتاريخ ونشره مغرب باقي مستعبة هام نزل بلانتوس دياله تما بحل باشي كاليو الشعب بشعب يعتقد بانه حر طليق المغرب غادي اقتراع على الاتحاد الاوروبي كيفاش يوزع اموال السمك مع بوليزاريو ونقسم مع بوليزاريو ونصرفوا على الأقل من السحروية واروبا ترفض هذا القصيره وبوليزاريو ترفضه رفضا قاطع لانها مكت تقسيم المخزن وعندها الصحة خوتي مكت تقسيم المخزن ووحد المعلومة سني ذكركم بها خوتي المغربة رف واحد الوقت واحد الوقت الاعلام المغربي كان يشيدوا بالبوليزاريو قاوي في تلاتة وسبعين اربعة وسبعين خمسة وسبعين وقلها اربعة وسبعين بدأت اياك اه اربعة وسبعين تلاتة وسبعين كان يشيد بها وبالنضالات وبالمقاومة ضد التواجد الاستعماري في الصحراء اما بعد عددت تقلب عليها منذ ذلك الناس قالوا احنا بغينا بلدنا نحررها هذه الساعتين بداك يقولهم الخوانة والخيانة هذه هي معلومة طريقة بغيت نقول لكم ما فرصوش دخلت عليكم بالله اخوتي والنبي رسول الله وفي هذا اليوم المبارك هذا مبارك بالبرودية دياله ايش يقول ولده بانتوما شنو عندكم في ديك الصحراء نفرد نفرد جادلا ان العالم كامل اعترف بالصحراء وقال بانها مغربية ها وهذا من سبع المستحيلات والبوليزاريو كذلك اتقول لكم اسيدي انا كان اعترف بان الصحراء المغرب والبوليزاريو لا حق لها البوليزاريو تقول هات الشيان اوكي واش كتظنوا في هذا الحالة هادي غادي يلحقكم شي احدا من الخيرات الصحراء او الله اذا شبرتم شي حاجة هتتتبروا هادا هاتتتبروا هادا هتتتبروا هاتتتقلسوا عليهم زياد تلفون دوات صحراء لانا هاد الدولة هادي كان فيها الخير كانت توزع توزع المداخل ديال الفصفات على الشعب الشعب ما كيشوف مليم احمر ديك فصفات بالعاكس ما كيشي شي مواطن مغربي عنده الحق في العالم يتسأل شنو هي المداخل ديال الفصفات وكأنه للمالك وحده ماشي كا ديك التشبيه ليس في محلية لانه ديال مالك ديال اسرة كيقسم المداخل دياله مع اخاه واخته واخوتته وولده ما حاسبينها شي تشعب هاداك ديك ملايات فصفات اللي كانت دخل ها ديكرا دياله وزيد عليها الحوت الحوت اخوتي الحوت ثمانية وثلاثي 3800 كم ديال البحر 3800 كم ديال البحر هادي سهلة غير بس نقولها بالتقوم ما هي صعيبة تفهمها ربحال هتقول من المغرب حتى ايبيريا تلك كندا كم البحر دياله 3800 كم ديال البحر وكي اللي كيقول كتار والمغربين مسكين يدخل ببلاسات الحوت ويبقى يخدر العوينات ويشوف لمشريت نزه لمشريت نزه وكي شباع بالنظر وخائص شوف ما كي برد الجوف وكي ديك نص كيلو تسردين بمشقة انفس الولده وياكله وشو شعال البحر عنا احلا والدولة سيكون فيها الخير مع الشعب دياله احنا واحد بلاد خص المواطنين يكون فيه السردين مجانا ونزيدكم قم با الرويال ما سيدي قم با حامره قم با الرويال ذيك الكحله ذرقه وكحله كبيره هذه قصتكم كتبه على النبس بعد دراهم في المغرب اما هذيك الحامل قم با الرويال قم با الرويال السردين وكي اعطيوه لك بمشقة انفس وانتا هذيك تدفع لهم على الصحراء افقو عقل بريق فقو عقل ندفع على الصحراء إلا كنت شوفت شئ حازم هاتي هاتي الي عايشين فيه دابا هذي خيرات بلادي يصنمين منه شي حازه دابا هذيك ندفع لهم على الصحراء امسيني هم الدوا الواطن وخلوهن نحن يلمو واطنة هجي ديك العياس يبقى يكتب لي اموك والكلب والخائن هل تعرف هذا الوطن بها؟ لا أم могуد الوطن ف symp一些 هو في أني أمود وأن نشبع وأن أعطر في الع göre للقايام وأن أحب في المرتاح وأن أحب по blocked quality الأما أني أمود عليه أن تولد فنا لن أخطأ أنه نوجد في أرض السعيدة الوطن بالغ nue الغين في الحدگين في الغ ربовой وطن والفقر في الوطني غربة قال لك يا سيدي عارة التولد تتمب وانا اخترت التولد في ذلك البلد لكن الناس يختاروا فان يتولدوا انا كنت قادرين اخترت التولد في الدان معركة او السويد او انت تولد في شي جزيرة قاع ما كتعرفوا الاسم ديالا قاع تحية لل الاخوان والاخوات اللي شاركوا في ذيك الوقفة ديال 28 فبراير نهال الاربع وقفة كانت جد ناجحة وذيك المدخلات في البرلماء الاوروبي كانت في القمة تحية شابو برابو للكم ايسا مروا نشدوا على ايديكم نحن معكم قلبا وقالبا نسيروا وراءكم اينما سيرتم انتم قادتنا الى الحرية انتم نموذجنا انتم مشعلنا انتم انتم هم النجوم التي بها نحن نرى ما تحت الارض وما فوق الارض هذه الشعيرية ديالي انتم انتم هم نجومنا بايكم اقتدينا اهتدينا الى الحرية طبعا ماذا هدو كل يقولوا هدو كل يقولوا الزفزاف الاب والناشيطين في الحراك كي يستقووا بالغرب والنصارى والاجانب والاوروبيين كيفش كتفكروا دمانتوما اصحاب هاد المقولة كيفش كتفكروا كيفش كتفكروا كيفش شيك القو ich ما كان غير الزرواطة و القرعة والمحاكمات السورية اللى معروف option حكموها مسبقا كيفش بغيتو ابلي يجبر جميل المظلم الي باي يسطع والم 특히 ساهده هو حين يرفضر 안تدن مالذي هناك والمعرات والمصحون ما يريد أن يسمعونه ويعونه كتقولونه تستقوي بالخارج شوفوا لد الحراب قالوا يستقوي بالخارج لأن الداخل والأدن جعلوا أدانهم في أسمع لا يريد أن يسمعون الشعب ما يريد أن يقول أو ما يريد أن يعمل الناس يريد أن يسمع على بورك والمخزن كاموني هذه هي الطرق التي تقدر تؤدي المفعول لها أو لا تورة في الداخل أما بالزعمة هو انطلاقا من قناعته الذاتية سوف يفكر في المصلحة الشعب والله لا أفكر فيها هذا مخزن عايدناه منذ القدم هذا هو من اللي يرى العينينا حامرة كيتبت من اللي يرى العاصفة العاصفة كيحنلة شوف الهناوات كل شي ساكت ينزل بالدق والقرعة مخزن هو هذا الجبان وهذا في عائل تشميت وطبعا المخزن أكبر شميت فوق كوكب الأرض وده بكل شي كيتأجل الزيارة دي المالك تسبانيا أخوان كارلوس الإبن هذي شلطة الزيارة هي أجلة المغرب والمنظومة مؤسسة الفاضاء البريطاني حتى هي أجلة إطلاق الكابوسة دياله الكابسولة دياله من المغرب كين غير التأجيلات تاوما بدوك يفطنوا بدوك يعليوا فرانة هذي الناس هذو شافوا هذا النظام هذا في الخوات بزع ما بغيش يفهم ما بغيش يعاوت راسوا مع الناس بغي غير يهرف عليهم ويسترقهم ويقلسهم على القراعي هذي يا أهتم ما بغيح أم لا تكلم أخوتي هذي كان وتأل الفرصة القدمة إن شاء الله و وكنتمنى نكون ذلك الشلطة أكتب وكنتمنى أن قلته وعندي واحد الخبار ما غدش يكون مصر ما غدش يكون مصرر من سرر لا يصر وهو أنني أخوتي إخواني أخوتي ما غادي شي مقان صيفت القلوبة القلوبة ما غادي شي مقان صيفتو إلا أعجبني شي تعليق نعمل له اللايكة حال عيدها أو ربما نجاوب في شي حاجة أما القلوبة إدارة القناة في شخصي طبعا قررت القلوبة سليس معها لأنك يعطي واحد يعطي واحد الصورة للموقع لديك فيديو ما تكون شي مزيونة وكان طلب من الله تكونوا تقبلتوا هذا القرار وتفهمته والذي في القلب رأي في القلب وفي فاتحاد بطرس بارا والحرية اللي ناصير وجلول وريفاقهما وعاش الشعب المغربي وهاست على فيكتوريا حتى الناصر وتصبحون على وطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر